اشتركوا في القناة تتابعون الآن برنامج صحة وسعادة صحة وسعادة بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لسان يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عزى المستمعين وأسعد الله وقاتكم بكل خير وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم صحة وسعادة صحة وسعادة برنامج تقدمه لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر إذاعتكم المميزة دائما إذاعة نور دبي إذن في هذا البرنامج نفتح حافظ التواصل معكم مستمعين لاستقبال آرائكم ملاحظاتكم اقتراحاتكم كل ما من شأنه أن يساهم في تطوير الخدمات التي تقدمها هيئة الصحة بدبي عبر مستشفياتها الأربع أو مراكزها التخصصية أو مراكز الرعاية الصحية الأولية خاصة مركز البرشة اللي عندها أي شكوى عليه أو أي ملاحظة يطرش لنا يا بي ما أن الدكتورة ندأ هنا موجودة معنا على طلبة تحلل المشكلة صباح جل الله بالخير دكتورة يا صباح الورد يا صباح الجمال يا صباح الأحد اللي يحبك كل أحد أول يوم في الأسبوع وندشت طاقة إيجابية عشان يمر معنا الأسبوع إن شاء الله طيران ونستمتع بلويكل نريال طيب نحن لما نقول أن هذا البرنامج منكم وإليكم مستمعين لأنه اتهمنا وايد الملاحظات التي يتينا هذه الملاحظات الساهم في تطوير الخدمات ويعني من أجل هذا الموضوع نحن فتحنا هذه القناة على أساس أنه نقدر من خلالها نستقبل ونتعرف على أهم الأشياء اللي ممكن تساعدنا في تطوير خدماتنا لأنه المحور الأساسي في جميع الخدمات اللي تقدمها هيئة الصحة بدبي هو العميل سواء كان داخلي ولا خارجي بس الخارجي نحن نتكلم حاليا طيب نرحب بفريق العمل عندنا في الإعداد ساذ يوسف سعد وأيضا في التنسيق قصراء الهاشمي وفي الإخراج أيمن سرحيل وهذه تحياتي محدثكم محمود يوسف العلي سؤال حلقتنا اليوم شو يقول دكتورة؟ سؤال يقول مركز الغسيل الكلوي التابع لهئة الصحة في مستشفى دبي يشمل هل البالغين فقط أم الأطفال فقط أم كليهما على 4006 مع اسمائكم الثلاثية إذن الجوائز مقدمة من المستشفى الزهرة وهي عبارة عن 500 درهم كاش مقدمة من المستشفى الزهرة بدبي وأيضا في باقة الـ VIP بقيمة 1000 درهم هذه الباقة الصحية للفحوصات الطبية عبارة عن مجموعة من الفحوصات يسمونهما باقة الـ VIP لأنها تشمل العديد من الفحوصات الجميلة والمهمة أن الواحد يسويها وأيضا هذه الفحوصات التي تساهم بشكل كبير في دعم مركز دبي بدعم مكانة دبي كمركز للسياحة الصحية الساعة البيولوجية للجسم مرتبطة بالطرابات المزاج هذا هو عنوان دراستنا اليوم خالص الدراسة العلمية حديثة إلى أن الطراب الساعة البيولوجية للجسم قد يزيد احتمال تعرض الأشخاص بالطرابات المزاج والساعة البيولوجية تدق في كل خلية من خلايا الجسم تقريبا وتغير كيفية عمل الأنسجة في الإيقاع اليومي وجدت الدراسة التي نشرت في دورية لانسيت للطب النفسي والتي أجريت على 91 ألف شخص أن تعطل الساعة البيولوجية للجسم مرتبط به الاكتئاب والاضطراب تنائي القطب ومشاكل أخرى وقال باحثون بجامعة غلاسكو في سكوتلندا إن هذا بمثابة تحذير للمجتمعات التي أصبحت أقل توافقا مع الإيقاعات الطبيعية ووجدت الدراسة معدلات أعلى للاكتئاب والاضطراب تنائي القطب والشعور بالوحدة وانخفاض الشعور بالسعادة وعدم الاستقرار المزاجي لدى الأشخاص الذين يعانون من اضطراب الساعة البيولوجية هذا دكتور الساعة البيولوجية تعرفون يعني شو؟ يعني الساعة التي نضمنها حياتنا كلها يومنا كامل وقت النوم وقت الأكل الشبع حتى روحت الحمام كل هذا بساعتنا البيولوجية تتحكم فيه فأساس الساعة البيولوجية النوم ترى إحنا حياتنا كلها يومنا كلها ينبني على ساعات النوم والاستيقاظ والتنا فعدم احترامك للساعة البيولوجية مثلا حين في رمضان وشعر الناس تحب تسهل ليل فير وتواصل عقب تقول برد من الدوان بنا لماذا تشري علي؟ ها؟ أنت بروح تشاسد سولفين يعني؟ أنا رحي سولفين لا لا المحمود لا يرقد منه بتحليل أتوقع فهذا الخلل في الساعة البيولوجية حتى تتلاقي إحنا الناس يكون بالهم قصير يعني يكون عصبيين شوي في النهار رمضان مثلا اللي عنده دوام دكتورة يعني دوامة maliciousيبتات ودوامة يعني ما يسمح له أنه يحافظ على ساعة البيولوجية حتى محمود دوام بالخلصة لا يدعون ليل كل يوم دوام الشيفتات يكون مثلا يوم Canton 3 الليل بعدين كمين يوم يكون عنده إجازة بعدين يكون دوام الصح بعدين يكون دوام هذا ما نشهي يسموه المسى يعني فيكون في اختلاف بتعاف شو المشكلة تستوي الناس اللي دواهم الليل أحيانا يجدون صعوبة فأنهم ينامون بعد هذا يحسون أن طالما هم مسحرانين طول الليل في الدوام يلاقون صعوبة أكثر أنهم ينامون ولكن في بعض الطقوس يعني تعرفوا على بعض الطقوس اللي تساعدكم لكم تنامون في الليل مثلا إضاءة الغرفة تكون مسكرات تلفو ما يكون على الهزاز تشربونكم بحليق قبل ما تنامون تدعون على المنبهات قبل ما تنامون بساعتين ثلاث ساعات تتعشون بدري عشاء خفيفة يعني فيه طقوس معينة كل واحدة جسمة فيه ناس مثلا أنا عادي أشرب قهوة أنا ما تفرق عندي فيه ناس يشربوا فنيان قهوة لا يسرون طول الليل فأنتوا جسمكم على شو يتعودوا شو يقدر يسوي أنتم ما شاء الله شربين قهوة تنامين عادي ايه ما شاء الله لا إله إلا الله واذا شربتوا تشاي ما شربتوا تشاي ما أحبها معنى التشاي أفيد من القهوة حلوة أفيد وفيه مضطات أكثر ده أفضل بس ما أحب طعمها للأسف القهوة لا القهوة حلوة حتى القهوة العربية فألقولكم طقوس معينة جماعة نوم الليل ترى ليش هنركز مرتين على نوم الليل فيه انزيمات وهرمونات معينة تفرس فقط خلال الليل ولازم يكون الليت مطفي فيه ناس تناموا والأباجورة عدار راسها ما رح تنامون بالنوم تحس انك ند بس انت مانت في نوم عميق لأن الإضاءة تأثر على العين وتعطي الدماغ إشارة نلحم فيه نهار تسكروا فيه ضوء يعني تسكروا كل الليتات تناموا في الظلام تنامون أفضل طيب في بعض الدول دكتورة حتى المطارات تخيل انت في المطار عندك شرحلة ممكن تكون الساعة 12 أو وحد صباحا المحلات كلها مسكرة محلات المطار؟ هي ليش؟ آه عشان يعني ما يكون فيه شفتات ليج يعني في المحلات لا في المطارات عد ما يستوي أنا أتوقع لا توقعت شو بتقول في المطارات أن يحطون غرف مثلا كورنرات شوية عتمة تكون يعني مظلمة الناس ممكن تأخذ فيها قيلولة لما تيطي طيارتها عشان يكون فيه ضلام بعد الإضاءات المطار احنا نتوقع تشتري شيء وانت في المطار شو بتسوي ما عند تلين الساعة أظنى التسع أو ثمان حتى وبعدين يسكرون في مطارات في العالم كثيرة المطارات التي أصلا تخيلي ذكرني ما أسافر من هذه المطارات يعني ليش بالعكس هي حالات المطار تتجربة المحلات اللي فيها حتى لو نفس الأغراض تحصلونها بارة بس التجربة من زين عموما نطلع فاصل بعد الفاصل إن شاء الله ما نتواصل وما نتحدث عن الكثير من الأمور اللي قد تساهم في يعني إيجاد نمط حياة صحي إن شاء الله وسعيد مع صرارات عين تتابعون الآن برنامج صحة وسعادة صحة وسعادة أسعد الله وقاتكم مرة أخرى مستمعين الكرام حياكم الله معنا في برنامجكم صحة وسعادة هذا البرنامج اللي تقدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر إذاعتكم المميزة دائما إذاعة نور دبي أرقام التواصل معنا بتخبركم عنها الدكتور ندا طبعا مع سؤال حلقتنا اللي ما نسحب على أثنين فايزين معنا واحد بيفوز بخمسمية درهم والثاني بباقة في آي بي لفحوصات بقيمة ألف درهم من مستشفى الزهر الخاص في دبي شو السؤال؟ السؤال يقول مركز الغسيلة الكلوي التابع لهئة الصحة في مستشفى الضبي يشمل هل البالغين فقط أم الأطفال فقط أم كلاهما على أربعة صفر صفر ستة مع أسماءكم الثلاثية واللي حاب يتواصل برنامج مع طريق الهاتف على ستة صفر صفر خمسة خمسة واحد أربعة واحد أربعة نحظة في جابة؟ ما يستوي ما يستوي ما يستوي فكرت بعد أفكر من الخيارات ويقول لا ما يستوي يبين عرف الجواب لا تطرشون على الإنستجرام الإنستجرام سامحونا ما مناخذ إجابات عليه الإجابات فقط على أربعة صفر صفر ستة أربعة صفر صفر ستة صباح الخير أنا يعني أشك إنه بس هذه المسيجات اللي وصلت لنا أحس إنه في شي في السيستم تأكد لي من هذا الموضوع أي من الله يخليك واللي خلني أطلع وأدخل في النظام مرة ثانية نشو شو ممكن يستوي عموما دكتورة نحن متعودين أنه في رمضان نركز على الكثير من المواضيع الصحية والمواضيع التغذوية بشكل كثير يعني حساسية مرض القولون بشكل خاص مع فترة الصيام طول شهر رمضان تمتد في الوقت نفسه إلى حين الإفطار وأمام طاولة الطعام وحتى السحور هذه الحساسية زيد نعم زين إشكاليات وأسئلة والسفسارات كثيرة على هذا الموضوع بتجاوبنا عليها إن شاء الله أختي نجلة درويش خصائية التغذية العلاجية في هيئة الصحة في دبي صبحت الله بالخير صبحتك الله بالنور والسرور حياتش الله يا نجلة نتكلم أو شيء عن مشكلة مشاكل القولون بشكل عام هي تزيد أصلا في رمضان بس طول السنة ما شاء الله نستشاكم منها فشو يعني شو هي مشاكل القولون تدامتيكم كأخصائي تغذية؟ فرمضان بزيادة دكتورة أصلا رمضان هي فرصة أن الأعراض هي تتحسن لكن اللي يتبع نظام غذائي خاطئ يعني الشيء هذا بينجلب عليه بالعكس يعني بضرر زيادة الطرابات في المعدة مرة أسهال مرة أمساك عدم الراحة انتفاخ غازات هاي كلها يمكن تكون يعني مشاكل أو أعراض مصاحبة لقولون العصبي طبعا إذا الشخص أخذها أنه مثلا نحن الحين بشهر رمضان وأنه يتبع نظام يعني نوعا ما لازم يسوي تعديل على نظام الغذائي صحيح يعني عشان أنه يعني فرصة أنه يعني يريح المعدة من التهيج اللي يصاب فيه مثلا على طول صحيح يعني وتخف التوترات والاسترس بشهر رمضان يعني شهر عبادة روحانيات فبالتالي يعني ضغوطات تخف صحيح طبعا مشاكل القلوم بشكل عام بشكل عام الناس يتكلم عنه هناك قلون عصبي هناك متلازمة القلون العصبي اللي هو يكون فيه أعراض على الجلد وغيرها لكن نحن دائما الناس نسأل ليش في رمضان يزيد مشاكل القلوم بوساطة لأنه في ناس في نوعين من الناس المرضى نحن نشوف في العيادات نجلة الناس اللي يرتاحون مع رمضان وناس للقلون يتهيج عليهم أكثر في رمضان ساعات الصيام الطوية تأثر عليهم الجفاف يأثر عليهم في ناس بالعكس امتناعهم عن الأكل طول ساعات الصيام تخلي قلونهم مرتاح أكثر بس طبعا دائما القلون وجهاز الهضم الكامل يتأثر كيف نفتح إحنا فطورنا وهذا هو الكلام نحن بنغطي أن المرضى القلون كيف يفوض يفطورون بحيث أن يريحون القلون بعدهم مرتاح 16 أو 15 ساعة وما يتهيج عليهم وعي الخربطة اللي تحصل من يبدأ الفطور فالواحد أول ما يبدأ يبدأ مثلاً نحن نقول بتمر ثلاث تمرات مع ماء ولبن أو لبن يعني بحيث أن يريح المعدة شوي يروح يصلي ورد مرة ثانية يأخذ الوجبة الرئيسية الوجبة الرئيسية لازم يعني ما تحتوي على بهارات الزيادة التواب الحارة نقول بالضبط صحيح لازم تكون خفيفة بالملح أشياء اللي تهيج الفلفل كذلك الأشياء اللي تهيج المعدة في بعض الناس يتحسسون من الحمضيات ممكن نقولهم خففوا بعد يعني بزيادة استخدام الحمضيات على مادة الطعام بعدها ممكن تأثر صحيح فالمفروض أن الواحد خلاص من بعد ما يعني من أول ما يبدأ فطورة يعرف شو النظام اللي ممكن يتبعه بحيث أن يريح المعدة على وجبات يعني متفاوتة بحجم الوجبة تكون يعني صغيرة ما يأكل يعني لين يوصل لمرحلة التخمة في بعضهم خلاص يتمون يأكلون على الفطور أنه خلاص يعني لازم نخلص الحين وناكل بسرعة صحيح هذا اللي يسبب مشاكل في المعدة حتى دكتورة ندى مبشرطة اللي يكون عنده مشاكل في القولون يعانون من هالطرابات في ناس أساساً ما عندهم يعني خربطة رمضان وعدم التعديل الغذائي تحصل معهم هالمشاكل صحيح هذه المشكلة الأساسية أن نحن كيف نقدر نقنع اللي في البيت أن يا جماعة الخير تمر لبن شربة أيوان صح وتعال بالتدريج المعدة بالتدريج بالتدريج ما شيء دكتورة الواحد يصير يصلي ويرد الصفرة ممسوحة خاصة لو في صغارية في البيت عندك لا ودوني مو ممسوحة محمود لا لا أنا قاعد عاني هجماعة الخير في البيت يعني درجة أن يعني أخواتي وإخواني هددوا هددوا أنهم مايون يفطرون عند الوالد وسبة وسبة أن هذا النظام اللي حاول أن نمشي عليه ما شيء فائدة شو نسوي تلاقي اليال حطينه في كل الأكل صغارية ما علي حبون يستكشفون يعني دائما لكن بعد نقولهم يتجنبون الدهون صحيح يعني مثلا تكثر الأشياء مثلا السمبوسة الأشياء حتى البقلاوة الأشياء اللي فيها دهون مثلا هالواحد ممكن يعني يتفادها أو يتجنبها بشكل عام صحيح وطبعا محمود هود مثل ما إحنا كنا نقوله سبب العلافات أنه أحسن طريقة عشان ما تتتنصدم من الصفرة خالية لا تحطون كل الأكل مرة واحدة معنا نقدر هو إغراء قوي أنه أنت كل شيء حناك الفرد تبتشلة وتصففها على الصفرة وتشوف صفرة ممدودة من هنا إلى هناك والناس متجمعين أنا نقولك الناس مفوضة حط لها بارسل عند الصفرة حطوا فيه لتبونا سكروا روحوا وصلوا تعالوا تحصون أكل طبعا عند مرضى القلون ممكن بعد يأخذون أدوية معينة فباستشارة الطبيب كذلك يكون أحسن نحن نأخذ براشد بس عند مداخلة عن القلون صباح طلب الخير براشد صباحا صباحا خير مبروض عليك علينا وعليكم إن شاء الله عليكم على الدكتورة النجا وعليكم على الدكتورة النجا لكم الله خير شكرا جزي اتفضلي براشد اتفضل عبرك المشاركة المهمة لأنني أنا مريض قلون من 23 سنة والقلون العصبي التقرحي اللي هو يسويتي نس نعم إذا كنت مدخن إذا كنت مدخن نعم أتمنى أن تقلع تقلع على التدخين كأول خطوة للعلاج صحيح أقولك بشيء كوي ثاني شيء قبل الشهر لا تسحر في ساعات الجسم يضغي ينام ولا تحرط بجدول نومك في رمضان رمضان وش شهر اللي أنت تسحره ليلة وتنام نهارة صحيح نظم وقتك نظم حياتك مارس الرياضة إذا كنت من النوع اللي يحب الرياضة خلجي رمضان كساعر الأيام كساعر الشهور السنة صحيح هذه من الأشياء اللي تخفف عندك الضغوط النفسية الضغوط الدينية الاسترس نفسيتك وراحتك أهم من الدنيا وما فيها أهم من السعر أهم من اللعب أهم من كل شيء صحيح الأكل نظم حقرة الدكتور اللجنة يجعل الله خير ابتعد عن البحارات الأكلات الحارة الأكلات اللي فيها دهن كثير الأكلات اللي فيها بخوليات لأن البخوليات هي ناس على الجسم صحيح لذلك الأكثار منها يسبب الغازات بعض المرضى وأنا منهم أتعرض إلى نوبات إسحال يعني أنا شاري تقريبا ثمانة أيام عندي إسحال نعم لكنه بدأ بعد فترة الجسم سبحان الله تعود يعني 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 يتعود صحيح لكن فيه أمور تساعد على أنك أنت يعني تتجاوز المضاعفات أو الاختلال في رمضان عن باقي أيام السنة صحيح يعني المريض القلون بإيد العلاج عبية الدكتور ولا بيت حد صحيح هنا مضحية في النهاية مثل ما تفضلت أخوي يعني درهم وقاية خير من طلطار علاج صحيح شكرا لك يا براشد شكرا لك نهارك سعيد شكرا لك نهارك سعيد شكرا لك مثلا لجميع مرضى القلون بالذات يعني الصحة والسلامة في هذا الشهر سلام عليكم رحمة الله إن شاء الله شكرا لك شكرا هذه مداخلة جميلة من براشد وخلاصتها الدكتور حتى مو بس لمرضى القلون لدي معظم الأمراض اللي تصيب حتى نسان الصحي أنت طبيب نفسك دايما هذا الشعار يعني حطه في بالك وحط في بالك أنك أنت طبيب نفسك أعرف شو تاكل شو اللي تدخل في بطنك لأن المعدة دايما نقول هي بيت الداء سؤال للحلقة دكتورة سؤال الحلقة يقول مركز الغسيل الكلوي في مستشفى دبي هل يشمل فقط البالغين أم فقط الأطفال أم كلاهما على 4006 مع أسماءكم الثراثين وتحطوه مع درقم التيلفون ما في مشكلة نزيد نختار ثنين فايزين واحد ب500 درهم يفوز معانا ب500 درهم مقدما من المستشفى الزهرة بدبي وأيضا الفايز الثاني كذلك بيحصل على باقات الفي آي بي للفحوصات الطبية في مستشفى الزهرة بدبي وهي باقة صحية يعني قيمتها ألف درهم الفحوصات اللي بيسوركم إياها يعني نتمنى التوفيق للجميع فاصل إن شاء الله وما نرجع ونكمل مع لخت نجلة فقرات برنامجنا صحة وسعادة فاصل سعد الله وقاتكم مرة أخرى مستمعين أكرام حياكم الله معنا في برنامجكم صحة وسعادة هذا البرنامج الذي تقدم لكم هي الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام عبر إذاعة تكون ميزة دايما إذاعة نور دبي إذن أرقام التواصل معنا مستمعين اللي عنده أي مداخلة عبر ستة صفر صفر خمسة خمسة واحد أربعة واحد أربعة يعني نتمنى أنكم أنتم تداخلون معنا كانت مداخلة جميلة من مبراشة قبل الفاصل أيضا سؤال حلقتنا اللي نستقبل عليه الإجابات عبر الرقم أربعة صفر صفر ستة شوه السؤال دكتورة؟ يقول مركز الغسيل الكلوي التابع لهيئة الصحة في مستشفى تبي يشمل هل البالغين فقط أما الأطفال فقط أم كلاهما على أربعة صفر صفر ستة مع أسماءكم الثلاثية إذن الفايزين من اختار ثنين فايزين معنا في نهاية الحلقة يعني تغريبا عندنا عشر دقايق منوقف استقبال الإجابات الفايز الأول بخمسمية درهم كاش مقدمة من مستشفى الزهرة والفايز الثاني بفوز بباقة للفحوصات الفي آي بي قيمتها ألف درهم بعد من مستشفى الزهرة الخاص في دبي نزيل أيضا مستمرة معنا لخت نجلة درويش خصائية التغذية العلاجية في هيئة الصحة في دبي كنا نتكلم عن الصوم الصحي لمرضى القولون وفي حد هنا ما شاء الله مجموعة من المنسجات أهم شيء الوزن ينزل بدون رياضة كانوا يقولون سؤال الحلقة قلنا شكرا دكتورة على المعلومات البرنامج كلش حلو متابعتكم من العراق شكرا لت شكرا عيني شو في عينك لا هم يقولون آه أوكي والله نماشي مع نظامك الغذائي السيد محمو شكرا أحسن نظام طيب سؤال منتجات الحليب أيضا تهيج القولون وهل يعني لاكتوس فري لاكتوس فري يساعد على عدم تهيج القولون بالفعل في مرضى ممكن يشربون الحليب يحسون مثلا تعبوا لنتعادل حموضة المعدة بعدين وتزيد عن حموضة المعدة يحسون أن يتعبون في بعضهم يعني يشربون الحليب وما يحسون بتعب نحن نسألهم شو الأشياء التي تحسون فيها بتعب اتجنبوها مثل ما ذكر أخونا براشد ماقصار قال يعني في نهاية المريض طبيب نفسه هو يعرف يعني شو ممكن يعني الأشياء التي تهيج عند القولون واللي ما تهيج فكلما الواحد يعني ممكن يكون عند حساسهم لكتوس وطبعا في خيارات كثيرة للحليب موجودة في لكتوس في حليب جوز الهند في حليب اللوز في حليب الصوية وطبعا هو مو حليب يعني وائد نسألهم كيف يبقى حليب من اللوز ومن الصوية هو مو حليب هو مستخلص اللوز ومستخلص الصوية بس في هذه نقطة مهمة ذكرتها نجا والمترشين على الانستغرام إن لكتوس فري في وائد من الناس عندهم حساسية من اللوز ما يعرفونها بس دائما يقولك عندنا انتفاق مع شرب الحليب يونيس هال وخصوصا عندهم قرون فعشان تي حتى عندهم قرون الصحة ياخدون الخمائر المفيدة مثل الزبادي الروب فيها خمائر الروبيوتك في الزبادي واللي في اللبن بالعكس يعني مفيدة للمعدة بالضبط ومفيدة أيضا القرون لتحسن لكم الهضم وتخفف أن من الانتفاق تحسن فيه في حد سألنا أسامي الفائزين يوم الخميس عدو والله تسألني البارحة شو فاطرة أنا أقول لك ناسي وين يقولك إن شاء الله سأحاول أي باباتر إن شاء الله إنه هو أحمل الفائزين أكيد اتصلوا فيك هذا بالنسبة لمرضى القولون شو الأشياء اللي لازم يتجنبونها على الفطور نحن نقول الدهون بشكل عام يعني يتعدون عن المقالة أهم شيء وأنهم يركزون على الألياف كذلك يعني بالخضروات حتى لو كانت مسلوقة في ناس ما تتحمل أن يكونوا خضروات يعني فرشة أو طازجة ممكن يأخذونها بشكل مسلوق يضيفونها على الشربة يعني أنها تكون لينة حقهم حتى حق المعدة طبعا تركيزهم على الألياف بعد يعتمد يعني يحسن المعدة سواء الناس اللي عندها مسهال ولا الناس اللي عندها مساك بالضبط صح يعني مفيد في كل الحالتين كذلك شرب الماء في ناس تغفل عن شرب الماء يعني كميات يستبدلونها بالعصار المركزة بالضبط صح والخضروات ما شاء الله يعني ممكن واحد يدخلها بغاية طرق يعني ممكن تحطونها في الشربة ممكن تحطونها في الصالونة ممكن تحطونها في الفطاير ممكن يساوينا مثل الحمسة للناس اللي عندما تتقبل طعامها فرش نوعه ونوعه في الخضرة الناس تلاقيها بس ثابتة على البصل وعلى البطاط بس وفي الخضرة في الزهرة والبروكولي غنيين جدا بالفيتامينات وبالأليابة لكن الناس ما تتخلى في نظامها الغذائي تقول طعامها مو حلو بس اعتقد لو ضفناها في الشربات وفي الصالونة وممكن حتى في صالونة الثريد يعني صح أن تكون قيمة غذائية فيها من الخضروات يعني في طماط في بروكولي في الزهرة كل هالوصفات النوعه وخلال رمضان أنتم ما تملون وحتى عياكم ممكن يجربون نكهات جديدة صحيح طبعا اللي عندهم بعد مشاكل القولون اللي مثلا يعني يتجنبون البقوليات يحسون مثلا تهيج المعدة عندهم حد من الشباب كان في الأيام العادية من يصبح يعطي عصير برتقال على الريج لا لحظة لحظة شو ما دق احترق بطنك ترهو هذا ولا ناس يشرب غريب فروت أول الصبح أو عصير أو ناس أول الصبح أو أنه يحرق الدهون وهكلام كلها غير صحيح لا يحرق دهون ولا ينزل يحرق بطنك يحرق بطنك فقط سيبك حموضة هذا بالنسبة للي يشربون هذه العصائر على الفطور دكتورة مثل ما قلنا الفضلا ما يبدون به العصائر لأنه خلاص صايمين طول فترة النهار وغير هذا أن المعدة بطبيعتها فيه حموضة فيهون بيركز على شيء فيه حموضة من البداية هذا بيأثر عليه يعني ممكن يركز على عصاير ثاني مثل عصاير التوت عصاير يعني تكون زينة للمعدة باردة يعني ما تزيد من حموضة هنا الجسم يقول فيه روب يوناني شكل كريمي وسعره أغلى من الروب العادي وهذا الروب وايد زين حق مشاكل القلون والمعدة أنا كنت عني من شاكل الصهر ومن بديت بالروب حتى الكرشة طاعت غريك يوغورتي اسمه فعلا ينباع وقبل كان ينباع بس في محلات متخصصة بس الآن موجود الروب اليوناني وايد زين وايد زين بس طعمه شوي على حلاوة في الناس ناس ما تتقبل طعمه وفي نهاية نصحهم بالزبادي زبادي صحيح يعني يوناني أمريكي لأن البروبيوتك اللي بالزبادي بالعكس ويد مفيد نحام بالضبط في شو يسمون هاي الجرثومة اللي تكون في البكتيريا البروبيوتك اللي في الزبادي صح نعم طيب كيف نشل الكرشة في رمضان هاي عاد لازم شربون ماء بكميات كافية يمارسون تمارين رياضية يعني ما في شيء يبدون حركة نحن يتحركون بالتالي يرفعون لأيض عندهم نحن ملاحظات من مرضى ليون حتى بالعيادات حتى قياس الخسر بالجهاز يطلع لنا مثلا كم تقريبا الدهون اللي متراك موتي نشوف المريض إذا اتبع نظام رياضة مع نظام غذائي بالفعل المعدل هذا ينزل عندهم يعني ما في شيء مستحيل بس بالتدريج يبال بوقتي يعني لازم مبنى مثلا النتائج خلال أسبوع نبهات تظهر فيصبرون شوية لعمارها ثلاث شهور ستة شهور حق بيلاحبون القرايات مالتي ولا نحن نأخذ قراحة ثانية ونقارن إن شاء الله نزيد ها دكتورة أنت شوء رمضانيات رمضان معي ويد يناسبني الحركة الحركة نحن هذا ننصح فيه بالضب شكل أنا تكلم على الوزن لا نوزني أبدا ما يزيد فرمضان بالعكس دائما ينقص شوية فرمضان لأن نأكلي خفيف فرمضان يعني السحور تدري ما تسحر بالعادة إذا ما شرب ماء وفطور نأخفيف في البيت ما في واجبات رئيسية شاة صغيرة فرمضان سمبوس سحيم ثلاث دراهم ثلاث دراهم تخيلوا بلحد ثلاث آكل ثلاث 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 أنت تتحركين الثلاث ثلاث 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 حتى البروتينات مهمة مثلا الدياي اللحم السمتش بطريقة يعني تكون مشوية مسلوقة نفتعد عن نحن ناخذها كشكل مقلي بالضبط أنا حاول أفعل الشربة فيها كل العناصر خضرة وضع بروتين وضع لحم أو دياي بطبق متكامل ما اسم الشربة المغربية حريرة جميلة فيها بقوليات فيها لحان فيها خضرة ممتازة جدا حتى شربة البروكولي محمود قبل كم من يوم أنا ما كنت قبل طعام بروكولي ولكن جدا لذيذة وضعت فيها قطع دياي خسرت وطبق متكامل نحن لا نستحب لبروكولي هذه كمية ففي الشربة كان ويت طعم جميل جميل طيب الآن شو توصين يعني بالنسبة لل الأطعمة اللي لازم يعني نحاول نتجنبها سواء على الفطور ولا على السحور حتى لمرضى القنوم بشكل محدد ويضا بشكل عام شو الأشياء اللي نتجنبها شو الأشياء اللي ناخذها بشكل عام بالنسبة لي الفطور والسحور نحن ركزنا وعلى الفطور ونركزنا على السحور بعد كذلك بحيث مثل ما قلنا البقولات ممكن تهيج عندهم المعدة ضروري جدا يتسحرون في ناس اللي عندما امراض القولون أو شي يعني يهمنون وجبة السحور يأخذون حتى لو بيضة مسلوقة مثلا أو شيء زبادي مع فواكه يعني لما يدخلون مثلا مع بروتينات يأخذون واجبة متكاملة في جميع عناصر غذائية يعني قد ما قدروا يعني يأخذون وجبة السحور يكون أفضل لهم عشان المعدة بعد التمت خالية فترة طويلة تتعب فهم يحتاجون ما بين فترة وفترة يأخذون وجبات متفاوتة صغيرة نحن نقول اللي سناكس اللي وجبات الخفيفة طبعا يبتعدون عن أنهم يضيفون الأملاح بشكل عام يعني هاي للكل اللي عندهم مشاكل قانون واللي ما عندهم حتى مفروض يشربون من الفطور لين وجبة السحور بحيث يأخذون ماء بكميات كافية اللي عندهم مشاكل أسهل ضرورا يأخذون كميات ماء كافية عشان يعاوضون الفقد اللي صار ممكن يحصلون لهم جفاف واللي عندهم مشاكل أمساك كذلك اللي يشربون ماء عشان يتجنبون مشكلة الأمساك ويكثرون حتى من الألياف يعني سليم يعني له دور كبير في مشاكل القلون صغرية عندلتش يصومون في البيت ولا لا لا حليهم وايت صغر وايت صغر لا طيب اللي بلش يصوم من الصغارية بنسبة لأطفال هي بنسبة لأطفال هي بلش يصوم طبعا نحن نقول أطفال شوية صعبين كتفهمها مثلا شو الأشي اللي يتجنبون لأن بطبيعتهم يحبون الحلو يحبون المقال يحبون هالأشياء من يأذن الله وكيلت من يأذن يميلون على السكريات أكثر هم بعد يعني يحبون الأشياء هاي فنحن لازم نوجههم نحاول نبعدع من أطباقهم نستبدله بالأكلات الصحية ندخلهم طريقة غير مباشرة مثلا مكسرات على الزبادي عسى بمثال ندخلهم الشوفان مشكلة القيمات والقطايف لازم على سفرة الفطور معنا ياسا معنا يالس يأخذ تمر ويشرب لبن يطالع كالحاتف السفرة دين الله كيت أحسب يوم كم القيمات كلا وتختيب سكين صح 11 حبة وقفت لا تحس لا تحس محمود هاي مشكلة لحلوياتنا هم يشبعون عمارهم بالبداية الأطفال يحرمون عمارهم من الفائدة اللي ممكن يأخذونها من الطباقة الرئيسية ببب زين يقولت أكل البروتينات بكثرة تضر طبعا البروتينات على حسب وزن الشخص نحن نشوف حسب وزن نحسب لكمية البروتين لكن بكثرة بعد شيء اللي نكثر منه بعد ممكن يضر طيب نحن نوقف استقبال الإجابات على السؤال ونسحب إن شاء الله على الفائزين اللي ما يعطونا الأسماء دكتورة ندا ما هو سبب رئيسي للقولون سبب رئيسي لأمراض للقولون طبعا عامل جيني موجود نمط الحياة التدخين السهر عدم انتظام الوجبات فيه وقت من ناس تهمل إن لازم وجباتنا تكون انتظام معنا نحاول نتريك كلم نفس الوقت نتغدى نفس الوقت ونتعش نفس عدم انتظام بنظام وجبات ثابت يخلي المعدة والقولون عندنا يتعبون طبعا التدخين عامل أساسي لإصابة أمراض القولون والتوتر من العوامل العضوية العوامل النفسية التوتر في ناس يكون على درجة عالية من التوتر طول الوقت لو أي شيء صغير في حياته يكون متوترين كثيرا دائما دائما فهالرسائل التي يطلع من عدلنا أننا متوترين يأثر عندنا على القولون فعشان لما مريض القولون أول شيء نقول لي يوغا أو تأمل التعلم التحكم على عصابك والتوتر وهذا ليس صعب هناك يمكن أن نقدر ندرب نفسنا أن نصنف أولوياتنا الشيء يستحق التوتر للأشياء الثانية الرسال تروح للأعصاب وتهمل المعدة هنا يكون أبطأ فممكن تنجم عنهم صح لنستوي الأكل غير محسوب لازل يبعد عن الأشياء التي توتر صح يعني إذا حرمتك توترك أبعد عنها ولا إذا ريلتي وترت ابعدي عنها هذا غصدت أنا لم أقول شي أنا سألت تبتعدون قليلا حتى الأصدقاء لابد أربع ساعة مع أصدقاء تكون بريك عشان ما يمل توترات في العلاقات بس نخص توترات في الحياة اليومية مثلا الزحمة في الشارع سيارة خربانة دوامي مديري كل هذه توترات لا داعي لها يلا زين ناخذ ساهم فايزين عندنا أول فايزين معنا بباقة الفي آي بي إبراهيم سالم الحمادي ألف مبروك إبراهيم سالم الحمادي الفايز الثاني ما أدري مونير أو مونير مونير أظن مونير علي عايش مونير علي عايش فايز معنا بـ 500 درهم كاش مقدمة من المستشفى الزهرة ألف مبروك مبروك استهنون مونير طيب دكتورة نجلة كلمة أخيرة أبغين توجهينها قبل ما نختم معاك خلوا رمضان دائما فرصة لتحسين حالاتكم يعني أو الأعراض التي تصاحب الأمراض التي نقول متعودين عليها فهي فرصة للتحسين صحيح يعني دائما هاي نصحتنا لهم طيب شكرا جزيلا لك نجلة درويش خصية التغذية العلاجية في هاتي الصحة في دبي نحن شاكرين لك هذه المعلومات الجميلة والقيمة دكتورة ندا شكرا لك عفوا وإن شاء الله يا رب يعني ليش فاتحة مسكين محمد صراح وورو البارحة أبعب في الصالفة شوف الكل يتكلم عنه نزي ما شفتي ضربوا ضربة مسكين لا لا ما ندريبه بيلعب كاس العالم ما بيلعب سالله الله يقوم بالسلامة ما بأجي شي كاس العالم نهاية الشهر لا نزي نهاية الشهر أه يعني على العيد أول يوم في نص الشهر يمكن طيب يستاهل السلامة كنتمنا يعني يحقق البطولة وإن شاء الله ينافس كان على أفضل لاعب في العالم لكن يعني هو فخر لكل العرب أكيد اللاعب المصري الخلوق جدا محمد صلاح ألف مبروك بعد كذلك المدريدية معنا مو من قلبي لكن يلا تستاهلون شكرا لتشسراء الهاشمي كانت معنا في التنسيق كان معنا في الإعداد يوسف سعد شكرا لك أيمن سرحيل هذه تحياتي محدثكم حمود يوسف العلي شكرا لكي دكتور ندى الملة حتى نلقاكم إن شاء الله في الغد مع مواضيع جديدة حتى ذلك الوقت نقول لكم دمتم بصحة وسعادة صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي اشتركوا في القناة